اشتماع في العاصمة الايطالية روما سعادت الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي مع رئيس جامعة سابينزا الايطالية الدكتور جينيو جايديو وعدد من المسؤولين المسؤولون بجامعة سابينزا الايطالية بالمبادرة الكريمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بانشاء كرسي الملك حمد للحوار بين الاديان والتعايش السلمي وما سيحققه من مردود اكاديمي كبير على الطلب الدارسين في هذا المجال من كافة المراحل الجامعية كما اشهدوا بالمضامين الواردة في كلمة جلالة حفظه الله التي وجهها بهذه المناسبة وما اجتملت عليه من معاني انسانية وحضارية تؤكد على الحوار بين الاديان والتعايش السلمي لقد كان اجتماعا مثمرا استمعت في البداية الى اشادة من قبل كبار المسلين في هذه الجامعة العريقة بمبادرة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه التي لها بعدا انسانيا واكاديميا واشاده بكلمة جلالته التي اطلع عليها كبار المسؤولين في هذه الجامعة وكذلك الاعداد الكبيرة الذين حضروا حفل العشاء الذي يقيم بهذه المناسبة كما تم بحث تنفيذ توجهات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدة والمتضمنة انشاء جامعة الهداية الخليفية وامكانية التعاون مع هذه الجامعة التي تضم العديد من الكليات وهي جامعة عريقة مضى على تأسيسها السنوات واتفقنا على العديد من النقاط سوف نترجمها الى مذكرة تفاهم قريبا باذن الله تعالى كان ايضا هناك اهتمام كبير جدا بمواصلة العمل مع مملكة البحرين في العديد من الجوانب ذات العلاقة بوجود هذا الكرسي الاكاديمي ايضا في الجامعة وتميزه بانه يقطي مراحل البكريوس والماجستير والدكتوراه يعطي انطباعا كبيرا جدا عن ما وصلت اليه مملكة البحرين في التمسك بهذه القيم الانسانية قيم التسامع قيم الحوار قيم الحوار بين الاديان وكيف ان جلالة الملك حفظه الله ورعاه من خلال هذا الكرسي سوف يسلط الاضواء على هذه المفاهيم على الصعيد العالمي واتاحت الفرصة لكثير من الباحثين والمهتمين بالاطلاع على انجازات مملكة البحرين على هذا الصعيد بعدها قام سعدة وزير التربية والتعليم بتقديم نبذة عن مسيرة التعليم والتعليم العالي بمملكة البحرين بين فيها اهم الانجازات التي تحققت ومنها توفير التعليم للجميع واصدار قانوني التعليم والتعليم العالي والرعاية التي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصة وجهود الوزارة في تعزيز مفاهيم المواطنة وحقوق الانسان ومنها على سبيل المثال تنفيذها لمشاريع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق الانسان ونتائج البحرين المشرفة وفقا للتقارير الدولية العديدة وطلعوا ايضا على ما تقدمه مملكة البحرين من خدمات تعليمية وواصل اليه التعليم من تقدم في العهد الزاهر لحضر صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه حيث بيّنت لهم النتائج التي حققتها مملكة البحرين وفق التقارير العالمية سوى تقارير بنك الدولي او برنامج الامم المتحدة الانمائي الذي اشاد الى تقدم مملكة البحرين وحصولها ايضا على المركز الاول على صعيد الدول العربية واطلعوا ايضا على ما تقدمه الوزارة وحققته في نتائج اختبارات الرياضيات والعلوم وهي اختبارات مهمة يعتد بها في التقارير الدولية وكيف استطاعت مملكة البحرين ان تحتل نسبة تقدم على جميع الدول الاخرى المشاركة في هذه الاختبارات مقارنة باخر اختبارين وحصولها على 45 درجة معيارية نسبة التقدم ثم تطرق الوزير الى قانون التعليم العالي وجهود البحرين في استقطاب الجامعات العريقة والمحافظة ايضا على نوعية البرامج الاكاديمية المقدمة والتوجهات الملكية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه والتي امر فيها جلالته بان تتخذ وزارة التربية والتعليم الاجراءات اللازمة لانشاء جامعة الهداية الخليفية تقديرا لذكر تأسيس اول مدرسة نظامية بمملكة البحرين عام 1919 ضمن الاحتفال بمرور مئة عام على هذه المناسبة واننا نقدر كثيرا كلمة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين واشيد بالتعاون المثمر بين مملكة البحرين وجامعة سابينزا في مجال تعزيز الحوار بين الاديان والتعايش السلمي والذي بلغ مستويات متقدمة جدا واننا نتفق بشكل تام مع ما وجه اليه جلالة الملك في كلمته القيمة واننا فخورون ان نستمر مستقبلا في التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين في هذا المجال كما ان جامعة سابينزا في روما مستعدة للتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين في مجالات البحث العلم المختلفة مثل تكنولوجيا النانو وعلوم الفضاء والعلوم الطبية والهندسية والمعمارية وعلوم الاثار واننا فخورون وسعداء بهذا التعاون كما اننا ممتنون لجلالة ملك مملكة البحرين لتأسيس كرسي للحوار بين الاديان والتعايش السلمي في العاصمة روما لما تحمله هذه المدينة من دلالات حضارية هامة هذا وقد رحب المسؤولون بجامعة سابينزا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بطرح برامج أكاديمية مشتركة عند تأسيس جامعة الهداية الخليفية في التخصصات الأكاديمية النوعية مثل النانو تكنولوجي وعلوم الفضاء والتخصصات الهندسية المختلفة والذكاء الاصطناعي وقد تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين للتنسيق ووضع الأليات اللازمة لذلك في المجالين الأكاديمي والإداري